اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تضخم الدرجات والمنافسة غير العادلة على الحصول على مقاعد البحثة وخاصة في المجالات الطبية وفي هذا الصدد ايضا انا تقدمت بسؤال برلماني للاخ وزير التربية ووزير التعليم العالي بخصوص الاحصائيات ونسب الاخفاق في التخرج والتحصيل العلمي السليم مقابل هذه النفقات الضخمة لهذه السياسة اخي رئيس احنا نعاني من التخصصات الطبية الكبيرة واليوم نشوف ان عيالنا في مختلف دول العالم ومع ذلك عندنا الشح في الاختصاصات الطبية الكبيرة انا هاليوم والواقع ايضا تجربة منذ ثلاث سنوات تقدمت مع مجموعة من الاخوة اعضاء مجلس الامة لانشاء جامعة طبية كويتية ثانية يعني ما يعقل ان اخر جامعة كانت عندنا والجامعة الوحيدة الطبية جامعة الكويت مر عليها خمسين سنة ولحد الان القدرة الاستيعابية لها ما تجاوز مية وخمسين طالب وطالبة وهذا لا يليق بمستوى دولة الكويت واننا نبعث ابنائنا وبناتنا الى مختلف دول العالم وما يعانون من مشاكل وكذلك اليوم القرارات اللي انا احييها بدوري اللي هي وقف الجامعات الضعيفة والجامعات غير المعتمدة حتى نحافظ على جودة التعليم فاتمنى ان هذه تكون من ضمن اولويات الحكومة ان انشاء جامعة طبية متكاملة بكل تخصصاتها في اقرب وقت ممكن حتى يكون رديف لتعزيز الخدمات الطبية والكادر الطبي المتميز اللي يكون تحت اشراف الدولة في بلدنا الرسالة الثانية الاخ الرئيس ورسالة المهمة هي من رئيس لجنة الشؤون القانونية وتتعلق بالدعوة لإقامة ورشة او مؤتمر بخصوص الدوار الانتخابية وهذا ما نترقبه جميعا ويترقبه الشعب الكويتي ضمن مسار العهد الجديد وكذلك تصحيح المسار اللي لن يتم الا بوجود اصلاحات سياسية حقيقية وعن نتكلم عن بيت الامة وعن السلطة التشريعية ومخرجات السلطة التشريعية هناك مجموعة من القوانين ذات الجودة العالية لتنظيم العمل السياسي ومحاربة الآفات والعثرات اللي جربناها خلال السنوات الطويلة الماضية وخاصة الصوت الواحد اللي كاد أن يمزق المجتمع الكويتي ولكن بفضل الله وعي الشعب الكويتي استطاعت مخرجات الصوت الواحد أن توحد هذا المجلس في الأخير وما نشوفه اليوم من تنسيق نيابي نيابي وكذلك تنسيق نيابي حكومي وفرض الإرادة الشعبية كقارطة طريق تشريعية أمام مجلس الأمة واللي بديناها أمس وإن شاء الله سنكمل هذا المشوار خلال دور الإنعقاد الحالي ولكن هذا لا يكفي ولا نضمن أن تكون مخرجات الصوت الواحد بذات الجودة ولذلك يجب علينا أن نفكر بروية وعقل ونضع مستقبل الكويت السياسي أمام عيوننا جميعا بإصلاح المنظومة الانتخابية بما يحقق العدالة وبما يحقق ترجمة الرأي العام الكويتي في كل أربع سنوات في موسم الانتخابات ويفرز مجلس بالفعل يمثل نفض الشارع الكويتي أو لويات الشارع الكويتي ولذلك كل الشكر للإخوان في لجنة الشؤون التشريعية على هذه المبادرة إشراك المجتمع المدني، إشراك الشعب الكويتي، إشراك الفعاليات المختلفة لإستصدار قانون فعلا يليق بالديمقراطية الكويتية وعراقتها وخاصة ما يتعلق بالقوائم النسبية التي نرى من آخر كل التقدير والاحترام لهذا الطلب الذي هو محل إجماع أعضاء مجلس الأمة وأنا ليشرف أن أحد مقدمين هذا القانون من مجلس 2020 وليس الآن واجهنا فيه عن جهية المجلس والحكومة في ذلك الوقت والآن هذا الأمر مستحق تماما ولكن نحن أمام خارطة تشريعية أقريناها قبل دقيقة وحدة والأخوة 48 نائب كلهم ملتزين بهذه الخارطة التشريعية هذا القانون تم تقديمه من شهر 2 إلى 12-12 يعني فرقية جلسة واحدة فقط وإحنا كلنا متعهدين وملتزمين أمام الشعب الكويتي وهذه قضية مستحقة وسوف تقر مثل هذه القوانين الإصلاحية التي تود كلامنا عليها بإذن الله بإجماع المجلس والحكومة ولكن علينا أن نلتزم بالخارطة التشريعية التي أيضا أيدها رقم غير رقم غير مسبوخ في تاريخ الكويت الأخ الرئيس فلا نطلع مختلفين على قضايا نحن مجمعين عليها أصلاً وفرقية جلسة واحدة ما راح تغير من الأمر شيء بس حتى نبين رسالة للشعب الكويتي ولنا جميعاً وللمصداقيتنا أننا قرينا خارطة تشريعية عليها انسجام كامل عليها اتفاق كامل وفق جدول زمني حتى باشر لاي أنا أيضاً أقدم طلب آخر وأسبق الأولويات التي أدرجت وحددت لها معيج زمنية بالاتفاق مع رؤساء اللي جان وأنت الأخ الرئيس كنت مشرف على هذه الاجتماعات التنسيقية التي صارت خلال فترة الصيف فخلنا نبدي بداية إن شاء الله الصح وهذا القانون في عهدتنا وبرقابنا وإحنا من التزمين فيها وقضية جلسة واحدة فقط ما راح تغير ولا راح تأخر من الموضوع إن شاء الله شيء بسم الله الرحمن الرحيم شكراً لأخي الرئيس وشكراً لأخي الرئيس وشكراً لأخواننا مقدمين هذه الاقتراحات واللجنة الإسكانية التي أتشرف أيضاً بعضويتها اليوم كما ليشرف أن أكون أحد مقدمين هذين القانونين اللي ينقشون اليوم وهي من القوانين الإصلاحية المهمة جداً ذات البعد الاقتصادي المهم وأيضاً فيما يتعلق بتحقيق المصلحة العامة خاصة للأسر الكويتية أخ الرئيس بداية يعني سواء كانت الأراضي الفضى أو كانت الوقال العقارية هذه من البدع اللي فقط موجودة في دولة الكويت ما في دولة على وجه الأرض فيها موضوع الوكالة العقارية إلا أنا أتاجر ببيوت وعقار تعت مسميات وهمية أنا أملك عقار ولكن في السجلات الرسمية ما عندي أي سجل أني أملك هذا العقار وطبعاً مثل ما شرحوا الأخوان على المنصة الهدف من هذه القوانين القائمة حالياً هي قضية التهرب أولاً من رسول المستحقة للدولة ثانياً هي التلاعب واحتكار الأراضي بغرض المضاربة فيها والمتاجرة فيها إلى أن وصلت أسعار الأراضي بالكويت إلى مبالغ خيالية لا تستطيع أي أسرة بسيطة كويتية أن تلبي احتياجها من السكن وبالتالي صارت هذه الدفعات الكبيرة لمستحق الرعاية السكنية ومع هذا أصحاب الوكالات العقارية أو الأراضي الفضاء ينافسون أبناء الكويت على الرعاية السكنية مما أدى إلى أن وصلت هذه الأرقام إلى حوالي مئة ألف طلب إسكاني بمعنى أن نص مليون كويتي اليوم يعيشون في الإجارات ومستوى معيشي مضغوط بسبة وجود مافيا العقار في السكن الخاص ولذلك الأخ الرئيس لمواجهة هذه الإقطاعيات يجب علينا أن نعالج هذا الوضع الوكالة العقارية مهم جداً للأخ الرئيس وهي ضمن حزمة تشريعات لتحرير الأراضي في السكن الخاص إلى أن تكون أسعارها وفق العرض والطلب الموجود في سوق تنافسية حرة ومحررة من أي قيود أو ضغوط أو احتكار من أصحاب المافيات النقطة الأخرى الأخ الرئيس هي قضية التهرب من الرسوم على الدولة الدولة أمس وإحنا ناقش قضايا رفع المستوى المعيشة للناس وزير المالية يقول بأن إحنا عندنا أزمة في السيولة فإذا كانت هذه القوانين هي فرصة كبيرة لتنمية مدخرات الدولة ومصادر دخل فليش ما نأتي فيها